ايضا عايز اقولك انه تنفيذا لتوجهات الرئيس خلال افطار الاسرة المصرية فانه مؤسسة حياة كريمة بتعلن استكمال تنفيذ مبادرة وصل الخير لحد نهاية عشرين اتنين وعشرين ده بتوجهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهوريتنا اثناء كلمة سيادته في حفل الفطار بتاع الاسرة المصرية النهاردة اعلنت مؤسسة حياة كريمة استكمال تنفيذ مبادرة وصل الخير اللي بتيجي ضمن اجراءات الحماية الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين الاكتر احتياجا والفئات الاولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية ده بيحصل بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي واللي بتشارك فيه المؤسسة مع كبرى مؤسسات العمل الاهلي والتنموي في مصر وهتواصل القوافل بتاع تواصل الخير من مؤسسة حياة كريمة جهدها بمشاركة اكتر من 9000 متطوع ومتطوعة في المؤسسة ويتم توزيع تقريبا مليون ومتين الف صندوق حماية اجتماعية حتى الان او ده اللي تم لحد دلوقتي ده على مستوى تاني كافة المحافظات ليست محافظة ولا اثنتان وانما كل المحافظات تبقى لتوجيهات فخامة الرئيس علشان يتم تقديم يا جماعة المزيد من الدعم دعم حقيقي يوصل لمستحقية مش من بتاع زمان دعم لكل الفئات اللي فعلا هي الاولى بالرعاية وقررت المؤسسة استكمال تنفيذ المبادرة حتى شهر ديسمبر القادم ان شاء الله يعني خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر التمنط شهر اللي جايين دول اصعي ما احنا في ابريك فود اقول تمانية من البداية كويس